بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً أعزائي الطلاب في اللقاء الثاني من مقرر ميكانيكا التربة وقبل الخوض في مقررات هذا اللقاء سوف نفعل مراجعة للمحاضرة السابقة ونربطها مع ما يتم ذكره في هذه المحاضرة ذكرنا في المحاضرة السابقة تعريف هندسي للتربة وذكرنا أن التربة هي عبارة عن تجمع من الترسبات المفككة والناتجة من عملية التجوية للصخور وسوف نذكر في هذه المحاضرة أنواع التجوية المختلفة أيضاً ذكرنا في المحاضرة السابقة العناصر المكونة للتربة والتي تشكل أهمها حبيبات تربة الصلبة إضافة إلى الفراغات الموجودة داخل هذه الحبيبات وسوف نتناول في هذه المحاضرة كيف تكونت الحبيبات الصلبة إضافة إلى ما ذكرنا في المحاضرة السابقة عن أنواع التربة أن التربة تقسم حسب تدرجها إلى مواد ناعمة أو مواد خشن وسوف نتطرق خلال هذه المحاضرة ما هي التجوية التي أدت إلى تكوين مواد ناعمة وأيضا ما هي التجوية التي أدت إلى تكوين مواد خشن إذن المحاضرة الثانية تكون تحت عنوان تكوين أو تكون التربة مصادر هذه المحاضرة كما هو المعتاد المرجع الرئيسي مبادئ الهندسة الجيوتكنيكية لبراخة داس إضافة إلى كتاب أساسيات في ميكانيك التربة أستاذ دكتور الشريف محمد عبد العزيز في نهاية هذا اللقاء ينبغي عزيزي الطالب أن تكون قادرا على أن تلخص تكوين التربة أو تكون التربة بشكل مختصر أيضا تكون قادرا على أن تشرح دورة الصخور بإيجاز وكيف تكونت التربة نتيجة هذه الدورة أيضا أن تكون قادرا على أن تفرق وتميز بين أنواع التجوية المختلفة سواء كانت تجوية ميكانيكية فيزيائية أو تجوية كيميائية بشكل صحيح وبصورة مختصرة أيضا قادرا على أن تذكر أنواع التربة حسب نشأتها وبإيجاز وبشكل مختصر أيضا أن تكون قادرا على أن تشرح أنواع المعادن الموجودة في الطين بشكل واضح وبرسوم مختصرة إذن في البداية لو عملنا مقارنة بين الصخر وبين التربة كما واضح في الصورة التالية الصخر معظم أنواع الصخور تكون متماسكة خاصية الترابط بين حبيبات الصخر تكون أكثر ترابطا وأكثر تماسكا للحبيبات بعكس التربة الواضحة في الصورة الأخرى التربة هنا معظم أنواع التربة غير متماسكة في تربة متماسكة بس يكون الترابط في هذا الحالة ترابط ضعيفا سيحاصل في التربة الطينية والتربة السلتية ولكن الترابط لا يقارن بالترابط الموجود في الصخر الفارق الثاني بين الصخر وبين التربة أن معظم الصخور مساميتها منخفضة الفراغات الموجودة بين الصخور تكون منخفضة وبالتالي ينعكس هذا على قوة تحملها على نفاذية الماء خلالها يكون صعب بعكس الحاصل في التربة في التربة تكون المساميات عالية وهذا يختلف حسب نوعية التربة ومثلا التربة الخشنة تكون المسامات فيها أكبر من التربة النعم ولكن المسامات بشكل عام تكون في التربة أكبر منها في الصخور وبالتالي نفاذية الماء خلال التربة وأيضا هبوض التربة بيكون أكبر منه في مقارنة بالصخور الفارق الثالث بين الصخور وبين التربة أن الصخور تتأثر كثيرا بعوامل التجوية والمقصود بعوامل التجوية للرياح والأمطار والتفاعلات الكيمية التي تحصل بين المعادن المكونة للصخ بعكس التربة التربة بيكون تأثير عوامل التجوية ضعيفا على مكونات التربة وفي الغالب الحبيبات تكون صغيرة جدا وبالتالي تأثير تفككها يكون بسيطة هذه كمقارنة بسيطة بين الصخور وبين التربة أن الصخور حسب وضعها الأصلي تنقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسية لها الصخور النارية والصخور الرسوبية والصخور المتحولة وبالتالي لو بدأنا في أنواع الصخور في البداية الصخور النارية الصخور النارية كما هو معلوف هي التي تتشكل نتيجة تجمد المادة الصخرية السائلة المنبثقة من أعماق الأرض نتيجة ثوران البراكين نتيجة ارتفاع درجة الحرارة في بادن الأرض كما هو واضح في الصورة التالية كما نلاحظ أن الصخور النارية تصنف بناء على مكان تجمد الصهير السائل أو المادة السائل فمثلا تصنف التربة إلى نوعي رئيسية الصخور السطحية أو الصخور القشرية وهي الصخور النارية التي تتشكلت بسبب تجمد الصهير أو الماء اللافة على سطح الأرض كما هو واضح في الصورة التالية هنا اللافة تجمد فوق سطح الأرض نتيجة تبرده وامبثاقه من أعماق الأرض وتجمده على سطح الأرض وبالتالي تسمى في هذه الحالة الصخور بالصخور النارية السطحية أو الصخور النارية القشرية النوع الثاني من الصخور النارية هي الصخور الجوفية وهي الصخور التي تشكلت بسبب تجمد الصهير في جوف الأرض وبالتالي الصهير في هذه الحالة كما هو واضح في الصورة يسمى الماغماء الماغماء وهو تجمد المادة السائلة أو الصهير في أعماق الأرض ولكن معدل تجمد المادة السائلة في أعماق الأرض بيكون في هذه الحالة أقل سرعة من المادة السائلة على سطح الأرض وذلك بسبب عدم وجود العزل الحراري في حالة التربة المتجمدة على سطح الأرض وبالتالي معظم أنواع الصخور النارية المتكونة على سطح الأرض تكون نسيجها دقيقا ونعما بعكس الصخور الجوفية يكون حجمها كبيرا نتيجة طول الفترة التي حصل فيها تجمد بسبب عدم وجود عزل حراري داخل جوف الأرض إذن الصخور النارية تتكون من معادن في الأساس ومعظم هذه المعادن الموجودة في الصخور النارية ممكن أن نلخصها في ثمانية معادن كما هو واضح في الرسمات التالية أهم هذه المعادن مثلاً الكوارتز، الأرثوكليز، البيجوكليز، المكسوفي، البيوتايت، الهورنبليند، الأوجيت، الأوليفين وهذه الصخور كما هو واضح في الرسمة الأخرى معدل تأثرها بالتجوية يقل مع اتجاه المعادن الثانية فمثلاً الأوليفين بيكون مقاومة العوامل التجوية ضعيفاً بعكس مثلاً الكوارتز، الكوارتز بيكون مقاومة العوامل التجوية كبيرة جداً وبالتالي بيكون في صعوبة أنك تفكك الصخور المتكونة من معادن الكوارتز عند تعرضها إلى الرياح أو الأمطار أو تعرضها إلى عوامل التجوية المختلفة التي سيتم ذكرها لاحقاً أيضاً المسكفي بيكون أكثر مقاومة العوامل التعرية من صخر مثلاً زي صخر البيوتايت وهكذا حسب السلسلة الموضحة في الرسمة نلاحظ باتجاه السهم إلى أسفل تزداد معها مقاومة هذا النوع من الصخور لعوامل التجوية المختلفة أيضاً في الصخور النارية أنواع مختلفة من هذه الصخور وتصنف بناء على ظروف تشكلها وعلى نسيجها التي سابقاً ذكرنا أنه النسيج يعتمد على معدل سرعة تجمد المادة السائلة أو الصهير سواء كان في سطح الأرض أو في جوف الأرض وفي الغالب تكون معدل تجمد الصهير على سطح الأرض أسرع منها في جوف الأرض وبالتالي نسيج التربة الموجودة على سطح الأرض بتكون في حالة فاين بعكس التربة الموجودة على جوف الأرض بتكون معظمها في حالة خشن فكما واضح في الجدول التالي نلاحظ مثلاً معدن الجرانيت معدن الجرانيت الظروف التي تتشكلت فيه الظروف تشكلها بتكون عبارة عن أنتروسيف معناها جوفية وبالتالي نسيجها بيكون على شكل خسد بيكون على شكل خشن أيضاً المعادن المكونة لهذا النوع من الصخر بتكون معظمها عبارة عن كوارتز، سوديوم في الدسبار، بوتاسيوم في الدسبار وغيرها أما أقل المعادن المتوفرة في هذا النوع من الصخر بتكون مثلاً زي معدن البيوتنايت، المسكفي والهروبلين معدن آخر ممكن ذكره والصهور كثيرة موجودة في الجدول التالي فمثلاً لو أخذنا صخر البازلت، صخر البازلت كما نلاحظ أيضاً ظروف تشكله بتكون فوق سطح الأرض وبالتالي في هذه الحالة تصنف على أنها صخور كشرية أو صخور سطحية ولكن نسيجها في هذه الحالة نظراً لسرعة تجمد أو سرعة تجمد المادة السائلة والصهيرة بيكون نسيجها في هذه الحالة عبارة عن نسيج ناعم أهم المعادن المكونة لهذا النوع من الصخور هو البلوجيكليس وأيضاً الأوليفين وغيرها المعادن الأقل توفراً في داخل هذا الصخر هو البيوتايت والمغنتيك وغيرها من المعادن إضافة إلى باقي المعادن الموضحة في الجدول التي تم ذكره النوع الثاني من أنواع الصخور هي الصخور الرسوبية الصخور الرسوبية تنشأ هذه النوع من الصخور نتيجة تفتت الصخور التي سبق تكوينها زي الصخور النارية تكونت وبالتالي تفتتت هذه الصخور نتيجة عوامل تجوية مختلفة من أمطار ورياح وتفاعلات كيميائية داخل الصخ أدت إلى تكون ترسبات هذه الترسبات نقلت إلى مكان جديد بواصلة عملية النقل المختلفة سواء كان مياه أو رياح أو سيول وبالتالي كونت رواسب هذه الرواسب هي الأساس في تكوين الصخور الرسوبية إذن الصخور الرسوبية تنشأ نتيجة ثلاث عوامل وهي عملية التجوية للصخور السابقة والصخور الأصلية ومن ثم نقل هذه الرواسب إلى أماكن جديدة وثم عملية الترسيب لهذه الرواسب بعد تكون هذه الرواسب يحدث لهذه الرواسب أحد العوامل التالية حتى تتشكل الصخور الرسوبية إما يحصل لها تلاحم كما هو واضح هنا إما يحصل تلاحم لهذا النوع من الصخور هذه الرواسب وبالتالي كيف تكون تكون هذه التلاحم عندما يتغلغ للمداخل فراغات الرواسب يكون محملا بمعادن هذه المعادن تعمل على تغضية هذه الرواسب وتعمل كمادة رابطة للحبيبات وبالتالي يحصل تكتل هذه الرواسب ما يعدي إلى تكون صخور رسوبي أو قد يحصل لهذا النوع من الرواسب طراص نتيجة أن الرواسب هذه بتكون على أعماق بعيدة والطبقات اللي فوقها بتكون طبقات كبيرة ما يؤدي إلى خروج الماء من الفراغات الموجودة بين هذه الرواسب وبالتالي يحصل ارتصاص للحبيبات وتصبح هذه الرواسب كتلة واحدة وبالتالي تنشأ الصخور الرسوبي أيضا قد يحصل تبلور أنه تلتحم بعض الصخور نتيجة تفاعلات معينة مع بعضها ونتيجة الضغوط الموجودة على هذه الرواسب مما يعدي إلى تكون الصخور الرسوبي أيضا إضافة إلى ما سابق ذكره هناك تفاعلات كيميائية للرواسب أنه قد يتفاعل مع بعض المعادن الموجودة داخل هذه الرواسب وبالتالي يكون معدن جديد ويكون صخر جديد تنتمي هذه الأنواع من الصخور إلى الصخور الرسوبية أيضا الصخور الرسوبية تنقسم إلى نوعين رئيسيين منها ما يسمى بالصخور الرسوبية الميكانيكية أو الفتاتية وهي الصخور التي تشكلت نتيجة تلاحم وتراص وتبلور رواسب الصخور الناتجة بعملية التجوية الميكانيكية والتجوية الميكانيكية سوف نذكرها لاحقا ولكن للتذكير هي التجوية الناتجة نتيجة الرياح والأمطار والعوامل الخارجية أيضا نشاطات الإنسان والحيوان والنباتات تؤدي إلى ما يسمى بالتجوية الميكانيكية ومن أمثلة الصخور التي تنشأ نتيجة هذه العملية التجوية الميكانيكية والتي تنتمي في الأساس للصخور الرسوبية هي صخر الساندستون الذي هو الحجر الرملي كما هو واضح في الصورة التالية هذه الصخور رملية نشأت نتيجة تراكم وتبلور وتراصل الرواسب نتيجة تجوية التجوية الميكانيكية أيضا النوع الثاني الذي هو الصخور الشل القشرية في هذه الحالة تنتج هذا النوع من الصخور نتيجة تلاحم وتراصل الصخور الناتجة من عملية التجوية الميكانيكية النوع الثاني من أنواع الصخور الرسوبية هي الصخور الرسوبية الكيميائية بدلا من عملية تلاحم وتراصل في الصخور الميكانيكية هنا تتم عملية ميكانيكية عملية كيميائية للرواسب وبالتالي يحصل تفاعل بين الماء الموجود داخل الفراغات إضافة إلى تفاعله مع المعادن الموجودة في الصخور وبالتالي يؤدي إلى تكون معدن جديد أو صخر جديد على سبيل المثال من أمثلة هذا النوع من الصخور مثلا حجر الليمستون الليمستون يتركب عبارة عن كبريتات الكاليسيوم أو كربونات الكاليسيوم أيضا من أنواعها كما هو مذكور في نهاية الجدول اللي هو الجبس الجبس هو عبارة عن تفاعلات من كبريتات كاليسيوم إضافة إلى الماء أيضا عندنا الدولومايت والهيلايت وهي عبارة عن صخور ملحية هذا النوع الثاني من أنواع الصخور الرسوبي النوع الثالث من أنواع الصخور الأصلية اللي هي الصخور المتحولة وتنشأ هذا النوع من الصخور إذا تعرض الصخر الأصلي سواء كانت صخور نارية أو رسوبية إلى زيادة في درجة الحرارة أو الضق أو كليهما بحيث لا يحدث أي ذوبان للصخور إلى الدرجة التي يتم عندها إنتاج نسيج جديد سواء كان نسيج كان خشن تحول إلى ناعم أو ناعم تحول إلى خشن أو تركيب معدني جديد كان تركيب عبارة عن معادن كوارتز وبعدين تحول إلى معدن الفلدسبار مثلا وبالتالي مدام تكون نسيج جديد أو تركيب معدني جديد في هذه الحالة تحولت الصخور الأصلية إلى صخور ما يسمى بالصخور المتحولة ومن أمثلة هذه الصخور كما هو واضح في الصورة عندنا معدن أو صخر النيس هذا النوع من الصخور هي صخور فاتحة اللون والمعادن تفرقت ثم ترتبت في عروك كما هو واضح في الصورة التالية هذه العروك التي على شكل خطوط فاتحة أو غامقة إلى حد ما تكونت بسبب بواسطة الحرارة والضغط معا للصخور الأصلية أيضا النوع الثاني من أنواع هذه الصخور هي الصخور الأردواز التي يسمى بالإنجليش سلاح ناتج عن تحول الرواسب بسبب بواسطة الضغط كما هو واضح في الصورة التالية هذا هو صخر الإسلات النوع الثالث من أنواع الصخور المتحولة وهو صخر الرخام وهو عبارة عن حجر جيري أو دولماية صب إذن هذه بالتفصيل هي أنواع الصخور التي تكون الصخور القشرة الأرضية الآن لو دخلنا في دورة الصخور وهي الجزء المهم في تكوين التربة فمثلا كما هو واضح في الصورة التالية لو بدأنا بالصهير أو المادة السائلة المنبثقة من أعماق الأرض التي تسمى صخور مانعة في هذه الحالة هذه الصخور لو تعرضت لعملية تبريد وتبلعر ينتج عنها ما يسمى بالصخور النارية سواء كانت صخور نارية جوفية أو صخور نارية سطحية هذه الصخور النارية لو تعرضت لعملية تجوية ونقل وإرساب سوف تتحول إلى رواسب وبالتالي هذه الرواسب هي التي تكون معنا ما يسمى بالتربة أن التربة هي عبارة عن دفتة الصخور الأصلية سواء كانت هذا الصخور صخور نارية أو صخور متحولة أو صخور رسوبي إذن الصخور النارية إذا تعرضت لعملية تجوية ونقل وإرساب تحولت إلى رواسب إذا تعرضت لحرارة وضغط تتحول إلى صخور متحول إذن تكونت الصخور متحول في هذه الحالة الصخور متحول إذا تعرضت لعملية تجوية ونقل وإرساب تتحول أيضا إلى رواسب وبالتالي كونت ما يسمى بالتربة الرواسب هذه إذا تعرضت لعملية رس وتلاحم وأيضا تبلور أو ناتج عن تفاعلات كيميائية ينتج ما يسمى بالصخور الرسوبي الصخور الرسوبي في هذه الحالة إذا تمت تعرضت لعملية تجوية ونقل وإرساب أيضا تتكون معها الرواسب فالرواسب تنتج من عملية تعرض الصخور سواء كانت هذه الصخور نارية أو صخور متحولة أو صخور رسوبية إلى عملية تجوية ونقل وإرساب للثلاث الأنواع من الصخور في هذه الحالة الصخور الرسوبية إذا تعرضت لعملية حرارة وضغط أو كليهما سواء كان حرارة وضغط أو حرارة وضغط في نفس الوقت تتحول إلى ما يسمى بالصخور المتحولة الصخور المتحولة إذا تعرضت لعملية انصهار ترجع إلى ما يسمى بالمادة السائلة أو الصهير فهذه الرسمة أو هذا المخطط يوضح دورة الصخور وكيف تكونت التربة نتيجة دورة الصخور إذن فالتربة كما لوحظت هي عبارة عن عملية تفتت ونقل وإرساب للصخور الأصلية الموجودة على الأرض له الصخور النارية والصخور المتحولة والصخور الرسوبية إذن تشكل التربة تتشكل التربة من خلال تجوية الصخور كما ذكرنا سابقا الذي تسمى عملية الرواسب لنتيجة تجوية ونقل وإرساب فماذا تعني التجوية؟ التجوية هي عملية تفتت الصخور بفعل عمليات ميكانيكية ممكن تسمى فيزيائية في نفس الوقت أو عملية كيميائية إلى أجزاء صغيرة وتصنف عملية تجوية كما ذكر سابقا إلى معين رئيسي التجوية الميكانيكية الفيزيائية أو تجوية كيميائية وسوف نطرق بالتفصيل إلى كل عملية من العمليات التالية وكيف تتم هذا النوع من العمليات وما هي أوجه الاختلاف بين كل من التجوية الميكانيكية والتجوية الكيميائية كما وضع عمامنا في الجدول التالي عمل مقارنة بين التجوية الميكانيكية والتجوية الكيميائية وعناصر المقارنة هو كيف تنتج هذا النوع من التجوية وأيضا ما هو التركيب الحبيبي لكل نوع من الحبيبات التي تنتجها هذا النوع من التجوية وأيضا تركيب التربة وطبيعة الحبيبات التي تنتجها من حيث الشكل أيضا مثال هذا النوع من التربة التي تنتج عن عملية التجوية المختلفة فلو بدأنا مثلا في التجوية الميكانيكية تنتج التجوية الميكانيكية نتيجة عوامل خارجية مثلا تقلص وتوسع في حبيبات أو مسامات الصخر بسبب تجمد وذوبان للجليد فمثلا عندما يحصل تجمد للماء الموجود داخل الشقوق الموجودة في الصخور يؤدي إلى كبرى حجمها وبالتالي زيادة الحجم هذا يعمل على تفتت الصخور مما يؤدي إلى تكون التربة أيضا التآكل بسبب الأمطار عندما تساقط الأمطار على الجبال وعلى الصخور الموجودة في الأماكن العالية يؤدي إلى تآكلها وبالتالي تساقط الحبيبات والرواسب ضعيفة الارتباط بالصخر أيضا تغير في درجة الحرارة يؤدي إلى تآكلات وتغير في شكل الحبيبات ما يؤدي إلى ضعف ارتباطها مع الصخر الأم وبالتالي تكون الرواسب كذلك أنشطة النباتات والحيوانات فمثلا على سبيل المثال عروق الأشجار عندما تمتد هذا العروق داخل سطح الأرض أو داخل التربة على أعماق كبيرة قد تكون هذا العروق موجودة بين شروخ موجودة داخل الصخ وبالتالي مع الزمن يزداد حجم هذا العرق مما يؤدي إلى ضغوط عالية على الصخر وبالتالي يؤدي إلى تفتته أيضا حركة الحيوانات حركة الإنسان تؤدي إلى ما يسمى بعملية التفتت للصخر إذن هذه هي العوامل التي تؤدي إلى التجوية الميكانيكية بينما التجوية الكيميائية تنتج عن تفاعل بين الماء أو الأكسوجين أو ثانيكسيد الكربون الموجود داخل الفراغات الموجودة في الصخر مع معادن الصخر وبالتالي يؤدي إلى تكون معدن جديد هذا بالنسبة لعملية الإنتاج أو كيف ينتج التجوية الميكانيكية وما هي التي ينتج عن التجوية الكيميائية بالنسبة للتركيب الحبيبي بالنسبة للحبيبات التي تنتج عن التجوية الميكانيكية تكون بنفس معادن الصخر الأصلية بنفس معادن الصخر الأصلية ولكن تكون بأقدار مختلفة كما تكون الصخر الأصلي تطرق كبير ولكن هذه الرواسب صغيرة ولكن تحتفظ بنفس التركيب المعدني الموجود في الصخر الأصلي بعكس التجوية الكيميائية يتغير فيها التركيب المعدني بحيث لو كانت المعادن الموجودة في الصخور مثلا معدن الكوارتز أو معدن الفلدسبار أو غيرها من المعادن مثلا معدن البيوتايت في هذه الحالة نتيجة عملية التجوية الكيميائية التي تسمى بعملية الكربنة والأكسادة وأيضا الهيدرليسيز وتفاعلات أخرى بين المعادن وبين الماء الموجود في المسامات ينتج عنها تكون حبيبات صغيرة وبأقدار صغيرة جدا تصل إلى 0.2 مليمتر وفي الغالب تسمى معادن الطين بتركيب مختلف عن التركيب الموجود في الصخر الأصلي الأوجهة الثالث للمقارنة وهو تركيب التربة تركيب التربة نتيجة عملية التجوية الميكانيكية تترسب الحبيبات فوق بعضها بفعل الجاذبية الأرضية يحصل ترسب الحبيبات وبالتالي تكون شكل الحبيبات مجتمعة مع بعض إما في حالة كثيفة أو في حالة سائبة كما ذكرت في المحاضرة السابقة الكثيفة تكون مساماتها قليلة وبالتالي أكثر قدرة لمقاومة الأحمال وأيضا أقل هبوطا وأقل نفاذية للماء بعكس السائبة لتكون الفراغات أو المسامات الموجودة بينها كبيرة جدا وبالتالي تكون مقاومة تال الأحمال الخارجية الضعيفة وأيضا نفاذية الماء خلالها يكون أكبر وأيضا الهبوط الحاصل فيها بيكون أكبر بينما تركيب التربة في حالة التجوية الكيميائية يحصل نتيجة تكون شحنات كهربائية كما ذكر في حالة التركيب للحبيبات النعم إما يكون مشتت أو يكون أشعة تسبريست أو فلاكوليت والمشتت كما ذكر سابقا في المحاضرة الأولى ينتج نتيجة ترسب الحبيبات المفككة في ماء نقي أو ماء معدن بينما الأشعة أو التجميعي يحصل نتيجة اختلاف في الشحنات بحيث يكون وجه أحد الصفائح لتربة الطين شحنة سالبة والأخرى موجبا ما يؤدي إلى تجمعهما وبالتالي يكون ما يسمى بالتركيب الأشعة وهذا يحصل نتيجة ترسب الحبيبات في ماء مالح زي ميات البحار والمحيطة بالنسبة لطبيعة التربة طبيعة الحبيبات المتكونة الناتجة من التجوية الميكانيكية أو الفيزيائية تكون شكل الحبيبات إما زاوية بهذه الصورة مثلا أو شبه زاوية تكون رؤوس بسيطة فيها أو تكون دائرية نتيجة عوامل التعرياء الموجودة في السوائل مثلا أو في مصب الميات أو حركة الميات أو شبه دائرية مع وجود زوايا بسيطة بينما طبيعة الحبيبات الموجودة في التجوية الكيميائية بتكون على شكل صفائح أو على شكل إبر معين أهم المعادن الموجودة هنا بيكون معدن الكولونايت ومعدن الإلايت ومعدن المنترون لايت والتي سوف يتم شرحها بالتفصيل في نهاية هذه اللقاء أمثلة على كل نوع من أنواع التجوية ما هي التربة التي يكونها فمثلا التجوية الميكانيكية في الغالب تنتج عنها تربة خشنة مثل التربة الرملية بينما التجوية الكيميائية ينتج عنها مواد ناعمة زي مادة أو نوع أبطين نتيجة تشكل التربة تصنف التربة حسب نشأتها إلى نوعين رئيسيين اللي هي التربة المنقولة وهذا النوع من التربة ينتج عن عملية تجوية ميكانيكية أو كيميائية للصخرة الأم ولكن الرواسب لا تظل في نفس مكانها الأصلي ولكنها تنتقل إلى مكان بعيد عن أماكن تواجد الصخرة الأصلي نتيجة نقلها إما بالمياه أو بالرياح وهناك أنواع كثيرة من التربة المنقولة تسمى بإسم الوسيلة التي نقلت فيها فمثلاً كما واضح في الصورة التالية هذه عبارة عن رواسب تصنف على أنها تربة منقولة نقلت عن طريق السيوت وبالتالي أثناء تفكك الحبيبات الموجودة على الصخر ونتيجة الأمطار يتم تجمع هذه الرواسب ونقلها من المكان الصخرة الأصلي ووضعها في أماكن جديدة وبالتالي تسمى بالصخور الرسوبية أو تسمى بالتربة الرسوبية التي نقلت عن طريق المياه الجاري أو مياه السيوت أيضاً النوع الثاني من التربة المنقولة مثلاً التربة التي تنقل عن طريق ودايع النهر أثناء حركة المياه الموجودة في الأنهار يتم حصول تآكل الحبيبات الموجودة على ضفاف النار وبالتالي تتجمع هذه الرواسب وتنقل إلى مكان جديد وتسمى في هذا الحال التربة بالتربة النهرية أو التربة الناتجة عن ودايع النهر وهناك أنواع كثيرة من أنواع التربة المنقولة حسب ما ذكر سابقاً تصنف كل هذه التربة بناء على الوسيلة التي نقلت بها فمثلاً التربة التي نقلت بالجليد تسمى بالتربة الجليدية أو المنقولة بالأنهار الجليدية وأيضاً الرسوبية تقلب بالمياه الجارية كما يوضح في الصورة السابقة أيضاً النهرية لناتجة عن ودايع النهر وأيضاً بحيرية التي تترسب وتنقل في ودايع البحيرات أيضاً في المارين في البحار ودايع البحار والمحيطات أيضاً التربة المنقولة عن طريق الرياح تسمى بالتربة الأيولية وأيضاً هناك حبيبات تتجمع أو تنتقل عن طريق الجاذبية فمثلاً إذا كان موجود عندنا صخرة على ارتفاع معين ونتيجة تآكل هذه الحبيبات قد تتصاقط هذه الحبيبات بفعل الجاذبية وبالتالي تصنف هذه التربة على أنها تربة جاذبية أو تربة نتيجة المنحدرات الشديدة هذا النوع الأول النوع الثاني من التربة حسب نشأتها أليه التربة المتبقية والفارق بينها وبين التربة المنقولة أنها تكونت بنفس عملية التجوية الميكانيكية أو الكيميائية للصخرة الأم ولكنها تظل في نفس مكانها الأصلي ولا تنقل بأي وسيلة أخرى إلى مكان جديد ومن أمثل ذلك مثلاً تفتت الصخور الصلبة إلى رمال مثل الجيرانيت الجيرانيت معروف أنه وزنه ثقيل وبالتالي في صعوبة لنقله بأي وسيلة مثلاً زي الرياح وبالتالي يظل هذه الرواسب موجودة تحت الصخرة الأم وبالتالي يكون ما يسمى بالتربة المتبقية أيضاً تفتت الصخور بفعل العملية الكيميائية يحدث أن التفاعلات تكون بسيطة ولا تكون قد تكون بعيدة عن مجاري السيول أو مجاري النهار وبالتالي تترسب هذه التربة في أماكن الصخور الأصلية وبالتالي تتكون ما يسمى بالتربة المتبقية مثال أيضاً على ذلك تجمع المواطن العضوية تحت النباتات كما واضح هنا هنا عشب وبالتالي هذا العشب قد يحصل له جفاف وبالتالي تترسب هذه المخلفات الناتجة عن مواطن العضوية سواء كان أيضاً من الحيوانات أو من الإنسان تترسب وبالتالي تكون ما يسمى بالتربة المتبقية إذن هذا حسب تشكل التربة في أنواع أخرى من التربة التي هي التربة الخاصة والتي تسبب مشاكل المنشآت المبنية عليها ومن أمثل ذلك التربة الانتفاخية التربة الانتفاخية وهي التربة التي يحدث لها انتفاخ عند انتصاصها لألماء ومعظم هذا النوع من التربة بيكون عبارة عن مواد نعماء الذي بيكون أساسها هو عبارة عن الطين كما هو ملاحظ هنا عبارة عن صفائح موجود بينها ماء ولكن نتيجة وصول الماء إليها يؤدي إلى زيادة سماكة هذه الطبقات وبالتالي يؤدي إلى انتفاخها مما يسبب مشاكل المنشآت عليها كما هو واضح في الصورة التالية حصول تشرخات في المبنى أو في أسطح الطريق أو في أسطح الممرات مما يؤدي إلى انهيار المنشآت هذا النوع الأول من التربة ذات المشاكل اللي هي التربة الانتفاخية النوع الثاني اللي هي التربة الانهيارية وهي عكس التربة الانتفاخية التربة الانتفاخية وصول الماء إليها يسبب انتفاخ هنا لا وصول الماء إليها يؤدي إلى تفكك المادة الرابطة بين هذه الحبيبات مما يؤدي إلى انهيارها وذلك ناتج عن فقط وصول الماء إليها بمعنى أنه وزن المنشأ الموجود على التربة لا يحصل فيه أي تغير ولكن التغير هو وصول الماء إلى هذا النوع من التربة مما أدى إلى تفكك الحبيبات وبالتالي حصول هبوض مفاجئ في المنشأ إذن حسب تشكل التربة تنتج عن عملية التشكل ترب مختلفة يمكن تصنيفها إما بناء على شكلها أو بناء على الحجم والتدرجة الموجود فيها أو بناء على المركبات الكيميائية والمعادنة الداخلة في تكوين هذه التربة وسوف نتطرق إليها بالتفصيل لكل جزئيا من هذه الأجزاء التالية فمثلا حسب الشكل كما واضح هنا تصنف التربة حسب شكلها إلى قسمين رئيسيين ذات الحجم الكبير والذي تسمى في الغالب هي المواد الخشنة وشكل الحبيبات تكون في هذه الحالة إما شكل دائري كما واضح هنا أو شبه دائري وهذا ينتج بشكل كبير في أماكن الوديان وفي ممرات الأنهار والسيول أو يكون شبه زاوي أو زاوي وهذا ينتج في الغالب عن الكسارات أو قد تكون بشكل صناعي يصنعها الإنسان ويفضل في حالة استخدامها في الردميات أو في استخدامها في الخلطات الخرسانية تفضل الحبيبات ذات الحجم الكبير ويتكون بشكل شبه زاوي وزاوي لأن نقاط الاحتكاك الحاصل بين الحبيبات بيكون أكبر كما ذكرنا سابقا فإن مقاومتها معتمدة على خاصية الاحتكاك الحاصل بين الحبيبات النوع الثاني من التربة حسب شكلها ليه التربة الطينية ويكون شكلها عبارة عن صفائح كما هو واضح في الصورة التالية عبارة عن صفائح هذه الصفائح تكون سماكتها رقيقة ومكونا من معادن مختلفة الشكل الثاني أو النوع الثاني حسب تشكل التربة الذي هو تبع الحجم أو التدر وقد ذكرنا في المحاضرة السابقة جزئية سريعة عنها ولكن سوف نطرق إليها بالتفصيل في هذه الحالة فمثلا تصرف التربة حسب حجمها إلى تربة خشنة وتربة نعم التربة الخشنة هي ذات الحجم الكبير ولتكون مقاساتها كبيرة فالتربة الخشنة تصنف إلى غرافل لحصاء والركام وإلى مواد رملية بينما التربة الناعمة تصنف إلى طامي أو طين وهناك أكثر من منظمة تعتمد في تصنيفها بالنسبة للمواد الخشنة وأيضا للمواد النعم فمثلا من المنظمات المشهورة التي تستخدم في تصنيف التربة أليه منظمة الأشتو وهو اختصار لكلمة أمريكان associate of state highway and transportation official تصنف هذه المنظمة الرقام على أنه مقاس الحبيبات التي تتراوح بين 76.2 مليمتر إلى 2 مليمتر في هذه الحالة أي حبيبات مقاسة بين هذا الرنج تصنف على أنها عبارة عن حصاء بينما مقاسة الرقام التي يتراوح أو الحصاء يتراوح بين 2 إلى 0.75 مليمتر تصنف على أنها رمال الحبيبات التي مقاسها تتراوح من 0.75 إلى 0.02 في هذه الحالة تصنف على أنها مواد ناعمة طمي بينما الحبيبات التي مقاسها أقل من 0.02 مليمتر تصنف على أنها تربة طينية حسب تصنيف الأشتو أيضا هناك منظمة أخرى التي تصمى الـ Unified Soil Classification System حسب النظام الموحد وهذا هو الغالب استخدامه في الهندسة الجيوتكنية تصنف الرقام على أنه مقاسة الحبيبات التي تتراوح بين 76.2 مليمتر إلى 4.75 مليمتر معناها مقاسة الحبيبات التي مقاسها أكبر في حالة الرقام بينما الرمال تتراوح من 4.75 إلى 0.75 المواد الناعمة لا يوجد فصل بينها وبالتالي أي كمية تمر من 0.75 تصنف على أنها مواد ناعمة سلتية أو عبارة عن كله في ملاحظة هنا لمعرفة مقاس الحبيبات 76.2 و4.75 و0.75 هناك مناخل استخدمت هذه المناخل فمثلا 4.75 مليمتر المقاس هذا هو عبارة عن منخ القياسي ليه منخل رقم 4 2 مليمتر المتوفر هنا هو عبارة عن منخل فتحته 2 مليمتر ويسمى منخل رقم 10 أيضا المنخل الذي فتحته 0.75 مليمتر موجودة هنا في هذه الحالة منخل يسمى منخل رقم 100 وبالتالي يمكن فصل الحبيبات عن بعضها بطريقتين معينتين إما عن طريق استخدام المناخل القياسية عن طريق هزازات وعن طريق مناخل بحيث تصب التربة على أعلى منخل ترسل مناخل من أعلى إلى أسفل بحيث تكون ذات الفتحات الأكبر في البداية ثم الأقل فتحتها ويجرى عملية تلهاز في هذه الحالة التربة تحاول تترسب كل حسب حجمها في مقاس الحبيبات في المنخل المناسب لها وبالتالي يمكن تصنيفها بناء على المناخل بالنسبة للمواد النائمة ما في صعوبة أنك تستخدم مناخل لأنه فتحات المناخل بتكون دقيقة وبالتالي في صعوبة في عملية خروج الحبيبات منها وبالتالي نلجأ إلى طريقة أخرى اللي هي طريقة الترسيب طريقة الترسيب تستخدم للفصل للحبيبات النائمة عن بعضها البعض بمعنى فصل الطمي عن السلت الطمي بتكون مقاساته أكبر وبالتالي أثناء عملية الترسيب بتصاقط الحبيبات الطمي أسرع من الطين بمعنى أنه بعد فترة معينة تلاحظ أنه طبقة السلت بتكون أسفل الوعاء الذي حصل له ترسب بينما الطين بتكون فوق هذه الطبقة النوع الثالث من العوامل التي تؤدي إلى تشكل التربة الذي يحسب المعادن أو التركيب الكيميائي الموجود داخل هذه المعادن وأغلب المعادن المكونة لأنواع الطين التي هي من السيليكا الرباعية رباعية الأسطح والتي تسمى سيليكا تيتراهيدلال هذه السيليكا تيتراهيدلال عبارة عن ذرة من السيليكون مع أربع ذرات محاضبة بأربع ذرات من الأكسوجين وبالتالي بيكون شكل السيليكاشيت بيكون بهذا الشكل المتوازي الأضلع بينما النوع الثاني الذي هو الألمونية الألمونية عبارة عن ثمانية الأسطح وتسمى ألمونيا أوكتهيدران وتتكون من ذرة واحدة من الألمنيوم محاطة بست ذرات من الهيدروكسل ويكون شكلها على شكل مستطيل وتسمى بالألمنيوم شيت أو جيب صايت جيب صايت بناء على هذا التركيب لهذه الصفائح مع بعضها البعض قد يكون مثلا صفيحة من الألمنيوم مع صفيحة من السيليكات تركب مع بعضها تصنف إلى ثلاث مجموعة المعدن الأول يسمى معدن الكولونايت والمعدن الثاني الإلايت والمعدن الثالث المونترو مونيلايت وسوف نطرق إليها بالتفصيل كيف تركيب كل معدن من هذه المعادن فمثلا في الجدول التالي لو عملنا مقارنة بين أنواع المعادن الموجودة في الطين كما ذكرنا سابقا أهم هذه المعادن هي معدن الكولونايت ومعدن الإلايت ومعدن المونترو مونيلايت حسب التكوين هي عبارة عن شريحة من الجبسايت شيت اللي هي الألمنيوم شيت ارتبطت مع شريحة أخرى من السيليكات الشيت وبالتالي هذه الشريحة وهذه الصفائح ارتبطت مع بعضها من جديد بحيث يكون الرابط بينهما في هذه الحالة البونت نوع الرابط مذكور في وجه المقارنة تحت اللي هو الرابطة الهيدروجين القوية بحيث أنه لا تسمح بتفكك هذه الصفائح عند تعرضها للمعاد بمعنى هذا الرابط قوي جدا وبالتالي وجود المعاد داخل الرابط هذا لا يؤثر عليه ولا يفقكه وبالتالي تماسك هذه الحبيبات أو هذا الرابط تجعل التماسك بين الصفائح قويا جدا الوحدة المتكررة هي هذه الوحدة جيب سايت شيت مع سيليكا شيت بإضافة للربط وبعدين جيب سايت مع سيليكا شيت كما هو واضح في التكوين الرئيسي للكورنات لو جينا للمعدن الثاني المعدن الإلايت التكوين بيكون هي عبارة عن صفيحتين من السيليكا كما هو واضح هنا صفيحتين من السيليكا هنا صفيحة وهنا أيضا صفيحة بينهما صفيحة من الجيب سايت شيت أو من الألمانيوشيت ومن ثم رابط وتكون نفس التكوين الجديد سليكا صفيحتين من السليكا مع صفيحة من الجيب سايت إذن الوحدة المتكررة هي عبارة عن صفيحتين من السليكا مع صفيحة من الجيب سايت شيت إيش الرابط الموجود بين هذه الصفائح؟ الرابط هو عبارة عن رابط البوتاسيوم القوية التي لا تسمح بتفكك هذه الصفائح عند تعرضها إلى ألم النوع الثالث من المعادن اللي هو معدن المونترو من اللايت وفي تكوينه يشبه تكوين معدن اللايت اللي هو عبارة عن صفيحتين من السيليكا مع صفيحة من الجبسايت شيت والرابط الموجود بين هذه التكوينات هو عبارة عن رابط الماء الضعيف وبالتالي وجود مياه إضافية تتسرب إلى هذه الفراغ أو إلى هذا الرابط يؤدي إلى انتفاخ الطبقة مما يؤدي إلى زيادة في حجم التربة ما يؤدي إلى انهيار التربة أو انهيار المنشآت الموجودة على هذه إذن الوحدة المتكررة في هذه الحالة هي نفس الوحدة المتكررة في حالة اللايت عبارة عن صفيحتين من السيليكا مع صفيحة موجودة بينهما من الجبسايت شيت أو من الألمنيوم شيت إذن هذا كل ما كان في لقاء أو المحاضرة الثانية من أساسية ميكانيك التربة كملخص صريع لهذه المحاضرة ذكرنا في البداية تعريف التجوية وذكرنا التجوية هي عبارة عن عملية تفتت الصخور وذكرنا أنواعها للتجوية ميكانيكية فيزيائية وتجوية كيميائية والتجوية الميكانيكية تنتج عن رياح وأمطار وتفاعلات الإنسان والحيوان والنباتات بينما التجوية الكيميائية تنتج عن تفاعلات كيميائية بين الماء أو الأسوجين أو ثانيك سيد الكربون الموجود داخل المسامات مع المعادل الموجودة في الطير أيضا تناولنا أنواع التربة حسب نشأتها تربة منقولة وتربة متبقية وذكرنا أن التربة المنقولة هي عبارة عن التربة الناتجة أو الرواسب الناتجة بفعل العمليات التجوية المختلفة سواء كانت ميكانيكية أو كيميائية ولكن هذه الرواسب نقلت إلى أماكن بعيدة عن الصخرة الأمة التي تفتتت منه وبالتالي تسمى التربة منقولة بينما التربة المتبقية هي الرواسب التي تكونت نتيجة عملية تجوية الميكانيكية أو الكيميائية للصخور ولكنها ظلت قريبة أو قريباً من الصخرة الأمة التي تكونت منها أيضاً تناولنا أنواع التربة حسب تدرجها وإذا كان هناك أكثر من منظمة منظمة الأشتو ومنظمة الـ Unified Soil Classification System الذي هو النظام الموحد تصنف التربة حسب تدرجها إلى حصى ورمل وطين وطمي وكل منهما مقاسات معينة يفصل بينهما إما باستخدام المناخل أو باستخدام طريقة الترسيل أيضاً تناولنا أخيراً أنواع المعادنة الموجودة في التربة الطينية أهم هذه المعادنة هي معدنة الـ Colonite والإلايت والمنترو منولايت هذا كل ما في محاضرة اثنين مرفق لكم هومورك اثنين هذا وشكراً لحسن الانتباه